نشرة الأخبار نقدمها لحضرتكم من قناتكم مرحبا بكم إلى جميع تفاصيلها مشاهدين الكرة نستهل النشرة من العاصمة الرباط التي تحتضن أو تشهد فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثامنة والعشرين وفي إطار مواكبتنا مشاهدين لهذه الفعاليات ينضم إلينا مباشرة من عين المكان مفد قناة انفاند كاتخ جواد تويول جواد مرحبا بك فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب متواصلة في الرباط حدثنا عن أهم ما ميز اليوم السابع من هذا الحدث المهم جواد مرحبا عثمان قبل الحديث عن أهم ميز فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في يومه السادس لابد من الوقوف عند المعطيات التي أعلنتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل وزارة الثقافة والشباب والتواصل أعلنت أن عدد الزوار خلال الخمسة أيام الأولى من هذه الفعاليات بلغ تقريبا خمسة وسبعين ألف زائر بزيادة بلغت أربعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من خلال الدورة السابقة وعودة إلى الفقارات التي ميزت اليوم هناك مثلا عدة ندوات موضوعاتية نظمت ضمن فعالية المعرض من بينها مثلا رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظم ندوة حول موضوع دور القضاء في حماية الملكية الفكرية صلتت الضوء على أهمية إحداث الغرفة العقارية ودورها في التنظيم القضائي كذلك وزارة الإدماج والمقاولة الصغرى والمتوسطة نظمت ندوة حول موضوع التكوين المهني بين متطلبات الشغل وتحدي الإدماج صلتت بدورها الضوء على أهمية التكوين المهني والانفتاح لأفاق واعدة للدخول إلى سوق الشغل كذلك هناك ندوة أخرى بعنوان المغرب في العالم الجديد صلت أو أبرز خلالها المشاركون الزخم والدينامية التنموية التي تعرفها المملكة منذ تسعينيات القرن الماضي وإلى جانب هذه المعطيات وهذه الأنشطة التي ميزت اليوم السابع هناك نشاط أو لقاء نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف خلال هذا اللقاء حاولت حرص القائمون على الوكالة على إبراز أهم الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها وكذا المنشورات التي قامت بتوزيعها سنة 2023 ولتسليط الضوء على مشاركة وكالة بيت مال القدس الشريف يحضر معنا مدير هذه المؤسسة السيد محمد سالم الشرقاوي الذي سيحدثنا عن مشاركة الوكالة في هذا المحفل الثقافي أهلا وسهلا أستاذ شرقاوي مشاركة الوكالة دائما في هذه المحافلة الثقافية ما هو المغزى من حضوركم الدؤو في مثل هذه التظاهرات شكرا جزيلا على هذه الفرصة هذه الدورة 28 من البعر الدولي للنشر والكتاب والوكالة تحضر للمرة الثالثة عشرة على التوالي برواق مهم يعرض آخر منشورات الوكالة للسنة التي تعقد فيها هذه الدورات ثم ينظم برنامجا للتنشيط الثقافي والفني بحضور كتاب وأدباء وشعراء وفنانين من القدس ومن فلسطين في طبعا إطار الاختصاصات الأصيلة لوكالة بيت مالك الشريف في الحفاظ على الذاكرة الجماعية الفلسطينية من خلال الوثيقة والأثر والكتابة والأدب لإشاعة قيم التسامح وقيم التقارب وقيم العيش الواحد التي تروز لها مدينة القدس الشريف باعتبارها مركز الديانات السماوية الثلاث هذه القيم تتجسد في الكتب والمنشورات التي تصدرها الوكالة كل عام وهذا العام كما تفضلت في التقديم قدمت الوكالة منشوراتها برسم عام 2023 واجتمعت كلها على خط ناظم يؤرخ ويرصد الصلاة التاريخية التي جمعت دائما المغاربة مع شقاء الفلسطينيين في القدس وفي باقي طرق فلسطين من خلال كتاب سميناه الرباط في القدس جمعا لما تفرق في الرحلات المغربية من رحلة ابن عربي في العصر المرابطي إلى الرحلة الرمزية التي ما زال يقودها جهة الملك محمد الثالث على أثر والده المرحوم المغفور له الحسن الثاني رحمه الله عندما أسس لجنة القدس وبادر إلى تأسيس وكالة بيتمان القدس شريف ثم الزيارة التاريخية أيضا التي قادت المغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله إلى القدس عام 1960 ثم هناك أيضا كتب أخرى موجهة للناشئة ولليافعين لتعزيز وإشاعة الوعي الجماعي بأهمية القدس ومركزها الديني والحضاري سيد الشرقاوي حدثنا عن مثلا مشاركتكم هذه النوعية هذه تتزامن مع تخليد الوكالة ليوبيلها الفضي ما هي خصوصية هذه المشاركة النوعية؟ ألوان القدس هذا العام حملت الألوان الحمراء والخضراء تيمنا بالألوان العلم الوطني المغربي وطبعا نحن نحتفل باليوبيل الفضي لوكالة بيت مالك الشريف بمرور 25 عاما على دخولها الفعلي حيز العمل عام 1998 بمبادرة من المغفور له الملك حسن الثاني رحمه الله وهذه الاحتفاليات تمتد على مدى العام 2023 تحت الرعاية السامية لصاحب جلال الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي يشرف كما تعلمون مباشرة على عمل الوكالة الممتد في الزمن ولكنه أيضا الحاضر والمستمر مع إخوانا المقدسيين في القدس من خلال أطقمنا الفلسطينيين والمغاربة العاملين هناك هذا العام طبعا مد خلال البرمجة أضفنا مسحة احتفالية ولكن ليست بغرض الاحتفال ولكن أيضا تقييم ما قلنا به خلال 25 عاما أذكر على أن الوكالة أنجت ما يزيد على 200 مشروعا كبيرا بميزانية 64 مليون دولار ما يزال المغرب له قصب السبق في هذه الميزانيات بنسبة تتجاوز 90% في موضوع التمويلات خصوصا من التبرعات التي يكون مصدرها الدول البرمجة مستمرة يوم الجمعة إن شاء الله سنوزع جوائز ألوان القدس على الناشئة لأطفال المدارس وهي الدورة الرابعة هذا العام بالتعاون مع أكاديمية تربية وتكويل لجهة طنجة طوان الحسيمة وسيكون احتفال مشهود بحضور التلاميذ الفائزين وأولياء أمورهم وموضوعها أيضا القدس وفلسطين شكرا جزيلا لكم سيد المدير المسؤول عن وكالة بيت مال القدس الشريف وأختم عثمان هذا البث الحي هنا وأعود لك مجددا جزيلا لك زميلي جواد تويو الموفد قناة إمفاند كات خلال معرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط والشكر أيضا الموصول لضيفك الكريم في خبر آخر مشاهدين نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج ووكالة بيت مال القدس الشريف والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالعاصمة الرباط العرض ما قبل الأول للفيلم الوثائقي المغرب بعيون فلسطينية وذلك بحضور شخصيات فاعلة في مجال الفن والثقافة أسامة الدوتي نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج ووكالة بيت مال القدس الشريف والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط العرض ما قبل الأول للفيلم الوثائقي المغرب بعيون فلسطينية اللقاء شكل فرصة للاحتفال بالقيم في خطب جلالة الملك والتي أقيم بصددها عرض لمجموعة من اللوحات التي كتبت بالخط العربي لتسليط الضوء عليها هذا الفيلم استعرض صور جميلة لمظاهر هذا الحضور المغربي تاريخيا خلال فترة زيارة الملك محمد الخامس رحمه الله عام 1960 ثم تجزيد العلاقات بالعمل الدأوب الذي قاده مغفور له الحسن الثاني طيب الله فراه على مدى أربعين عاما ويندرج تقديم هذا الوثائقي في إطار فعالية الدورة الثامنة والعشرين للمعريض الدولية للنشر والكتاب والتي ستمتد فعاليتها إلى غاية الحادي عشر من يونيو في أخبار امتحانات البكالوريا وعلى مستوى إقليم سفر بلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز الدورة العادية من هذا الاستحقاق الوطني الموحد بلغ حوالي خمسة ألاف وثلاثة وستين مترشح ومترشحة سكينا مسوية والتفاصيل خمسة ألاف وثلاثة وستون مترشح ومترشحة يجتازون الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى إقليم سفر ويتوزع هؤلاء المترشحون على خمسة عشر مركز امتحان الأجواء هذه الامتحانات كما تتبعوا كما تتبعوا كما تتبعوا كما تتبعوا تنظيم المحكام وتحضير المسبق وتحضير اللي كان طبعا على قدم الساق من طرف جميع المتدخلين فاعلون التربويون وأطر إدارية وسنطات محلية وأمنية حرسوا على إجراء تنظيم محكم من أجل ضمان مرور امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة ظروف امتحانات الحمد لله انتلقت في ظروف تربوية جيدة تجنل ذلك كل منطقين الإداري والتربوي بكل حزم وروح وطنية هذا الاستحقاق الوطني مستمر حتى الثامن من يونيو والجاري بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني ويومي التاسع والعشر من يونيو بالنسبة للقطب الأدبي والأصيل نبقى مشاهدين الكرام في أخبار الوطن إلى بن ملا حيث استقبلت جامعة السلطان موليس ليمان وفدا من طلبة كنديين وتندرج هذه الزيارة في طار رحلة دراسية إلى المغرب تنظم من الثاني إلى السادس عشر من يونيو الجاري رضوان مستقيم في إطار رحلة دراسية إلى المغرب نظمت بمبادرة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة السلطان موليس ليمان وكلية التعليم العام والمهني بسانيا سنت وبتعاون وثيق مع كل من الجامعية الجهوية للتراث والتنمية ومركز معابر استقبلت جامعة السلطان موليس ليمان ببني ملال وفدا من طلبة كنديين بكلية التعليم العام والمهني بسانيا سنت هي فرصة لتعزيز التبادل فيما يتعلق بالتعليم وبرامج التكوين والدعم المتبادل في المشاريع البداغوجية والعلمية فبفضل هذا التعاون تمكننا من تطوير فهم أفضل متبادل وإقامة علاقات نفعية وتعزيز علاقاتنا سواء المؤسساتية أو الثقافية منذ سنة 2016 حين وقعنا اتفاقية إطار للتعاون بين الجامعة وأكلية التعليم العام والمهني والتعاون المثمر الذي يربط المؤسستين يزداد سنة بعد سنة ولكي أكون صريحة هذه الجولة الميدانية مكنت الطلبة من الانفتاح على التجارب الرائدة للجامعات المغربية وتهدف هذه الرحلة الدراسية إلى تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات البلدين في مجال التعليم العالي بالإضافة إلى تعزيز التبادل بين الثقافات والتعاون في مجال التعليم والتكوين في خبر آخر جرى بمقر مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط حفل توقيع اتفاقية إيهبة تسلمت المؤسسة بموجبها أرشيف البرلماني والوزير الأسبق الراحل عبدالوحد الرادي ومجموعة الأرشيفات الفوتوغرافية للمسور الفرنسي روبير شاستيل هنا أحشي بمقر مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط أقيم حفل توقيع اتفاقية إيهبة تسلمت المؤسسة بموجبهما أرشيف البرلماني والوزير الأسبق الراحل عبدالوحد الرادي ومجموعة الأرشيفات الفوتوغرافية للمصور الفرنسي روبير شاستيل نختفل بالأسبوع العالمي للأرشيف الذي يعتبر مناسبة للفت اهتمام الرأي العام إلى أهمية مسألة الأرشيفات التي تتجاوز قيمتها الطبع التراثي المحد لتكون مقياسا للحداثة وانفتاح المجتمعات الاتفاقية الأولى تؤتمن بموجبها المؤسسة على أرشيفات الراحل عبدالوحد الرادي أما الاتفاقية الثانية فتخص مجموعة أرشيفات المصور الفوتوغرافي الفرنسي روبير شاستيل التي اقتنتها مؤسسة البنك المغربي لتجارة والصناعة من هذا الأخير لفائدة مؤسسة أرشيف المغرب باسم عائلة الراحل عبدالوحد الرادي رحمه الله أقمنا حفل توقيع اتفاقيته لتسليم أرشيفاته الخاصة لمؤسسة أرشيف المغرب قصد وضعها في متناول المغرب كشكل من أشكال مواصلة التزامه في خدمة المغرب والمغربة حفل توقيعاتين الاتفاقيتين ينذرج في إطار أنشطة مؤسسة أرشيف المغرب بمناسبة الأسبوع العالمي للأرشيف التي تنتهي فعالياته في التاسع من يونيو المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للأرشيف بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى توقيع نهاية النشرة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء